موسيقى في إطار تأهيل المدينة العتيقة لمدينة سلا وللحفاظ على التوراة العمراني والمورود التقافي لهذه المدينة راستت غضا لوحد المبلغ ماليم الميزانية ديالها لأجل إعادة هيكلة البنيات التحتيادية للشبكات ديالها بالفعل لمواكبة هذا المشروع الملكي رضال برمجة تجديد وتقوية الشبكات ديال الماء وكهرباء وتطهير السائل هذه الأشغال هي جد صعبة ومعقدة نظرا للنسيج العمراني لهذه المدينة ونظرا لضيق الأزقة واللفاصات المتقاربين بزاف لكي يجعل أن الأشغال ديالنا تشكل صعوبات كثيرة منها صعوبة ولوج الآليات منها إزعاج للساكينة لذا ارتأت رضال استعمال تقنيات جديدة تكنيك إيونوفونت جديدة ومتطورة من أجل تفادي هذه الصعوبات وتتلائم هذه التقنيات مع هذا النسيج العمراني بين هذه التقنيات كانت تكنيك شميزاج لأول مرة تستعملها شركة مغربية في هذا المشاريع هذه المشاريع ترصدت لها واحدة الميزانية تقدر بـ 60 مليون ديالترها مع هذه الصعوبات كلها فإن الأشغال مستمرة وصلات واحدة لطود أفانسمون يقدر بـ 70% وأخيرا نريد أن نذكر أن هذه المشاريع دخلها في الاتزامات تعتدبير المفوض لمواكبة المشاريع الهيكلية بتنسيق مع جميع السلطات المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار ضيق الأزيقاء ووجود عدد كبير من الشبكات في حيز ضيق وقدم المباني نستنتج أن عملية الحفر التقليدية غير ممكنة في عدد كبير من أزيقات المدينة بسلام لذلك تم اللجوء لتقنية جديدة وهي الشمزاز أو التغليف الداخلي وتم اعتماد هذه التقنية لإنجاز 2.5 كم من قنوات دات قطر من 300 إلى 600 مليمتر مزعى على 23 نزن قوة بمبلغ 13 مليون درهم تتم هذه التقنية عبر أربعة مراحل المرحلة التحضيرية يتم خلالها تحويل المزال المائية وتنظيف القنوات من زميع السوائل والترصوبات وعمل تصوير فيديو داخل الشبكة باستعمار روبوت متعدد الوظائف ثانيا إدخال لاغين ثالثا كونسوليداسيو دولاغين بواسطة طاقة الحرارية باستخدام قطار مصابيح أشعة فوق المنفسجية إدخاف يوري رابعا إعادة فتح لبرزمو وتصوير قنوات الداخلية وإعادة تغيير الشبكة هذه الطريقة تقدم عدة إيجابيات منها تقليل الإجعاز بالنسبة للمقيمين ومستخدمي الطريق حيث أن الأعمال تتم فقط عبر فتحات الصرف الصحي ولا تحتاج أي أعمال حفر إضافية وبالتالي عدم استخدام مواد الردم وتقليل انبيعات تنايوكسيد الكربون والمحافظة على البيئة كذلك تقليل مدة الأشغال حيث أن هذه المدات تقلص بنسبة 80% مقارنة مع طريقة الحفر التقليدية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر